نذهب معكم مشاهدين إلى الخبر التالي والأخير معنا عبر الشلونت وفيه رئيس الأركان يتوجه إلى العاصمة اليوغندية كامبالا توجه الفريق أول روكل محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان يوم الخميس إلى العاصمة اليوغندية كامبالا على رأس وفد السودان المشارك في الجولة السابعة والعشرين العادية لاجتماعات الاجتماعات الاجتماعات السياسية لأهلية شرق إفريقيا الإساف وتأتي الاجتماعات على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول الأعضاء التي تستضيفها كامبالا ومن المنتظر أن تناقش الجولة عدد من الأجندة المتعلقة بالسياسات العامة للآلية وشرق إفريقيا إلى جانبي إجازة قطة الأنشطة والفعاليات العام القادم إلى أي مدى توفر هذه الزيارات؟ هذه منظومة الآلية دائما تحرص على توحيد بعض السياسات الموجهات العامة للجيوش الأفريقية والسودان استضاف أكثر من مرة هذه العالية في الخلطون وشارك بالعالية في كثير من تلك الاجتماعات التي تعقد في العواصم الأفريقية لكن المهم في هذه المسألة هي أحيانا لا بد من توحيد بعض المفاهيم العسكرية لهذه الجيوش الأفريقية لأن هناك تباهم في العقيدة العسكرية لكل جيش وليست هذه الآلية حريصة على توحيد هذه العقيدة لكن حريصة على إحداث قدر من المقاربات بين هذه العقائد العسكرية حتى يتسنى لهذه الجيوش التعاون والتنسيق في كثير من قضايا السلم والحرب في أفريقيا الأمر الثاني بهذه المناسبة أن قوات المسلحة السلبانية دائما وأبدا كانت في طليعة القوات المسلحة الأفريقية فيما يتعلق بمسألة التنظير لهذه السياسات والموجهات قبل ديسمبر يناير الماضي كان هناك أيضا لغاء لهذه الآلية في الخلطون والحديث كان تركز في كيفية تغريب هذه العقيدة العسكرية لسبب آخر غير مسألة السلم والحرب حتى في مسألة التدريب يعني إذا كانت العقائد متباينة يعني خالصة التباين يصعب لدولة أن تستضيف قوات من دول أخرى أفريقية لتدريبها بعقيدة مختلفة لا يستطيع الجندي أو الضابط الآخر استيعابها فلذلك قررت هذا الأمر وقد شهدت قبل عام ونصف العام في جابيت هذه المناقشات بين قيادات القوات المسلحة الأفريقية وتوصلوا إلى ضرورة إحداث مثل هذه المقاربة التي أشير إليها من أجل الأول تنسيق وتقريب وجهات النظر العسكرية في التدريب والأمر الثاني في التنسيق بين حالتين السلم والحرب في أفريقيا نعم هنا عندك سؤال؟ والله إلى خارج السياق جميل شكرا لك كثير جدا أستاذ إمام محمد إمام الكاذب الصحفي ومحل السياسي أستاذ الإعلام جمعة العلوم والطبية والتكنولوجيا لتحليل وقراءات أهم الأخبار الوارد صباحا في موقع الشرق وأنا لكم من الشاكرين ولمشاهديكم داخل السودان وخارجين جمعة طيبة مبارئة علينا عليك إن شاء الله إن شاء الله وبمناسبة خارج السياق أنت دائما تتحدث عن العلاقة المختلفة خلينا تسأل عن العلاقة مع الرياضة 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 في إطار خارج السياق دعني أنظر في نص دقيقة لمسألة الكشف عن هوية الشخص في الرياضة دائما يحرص أن يقول أنه يشجع اللعبة الحلوة وأنه ما عرف كذا في الغرب المسألة دي غير كذلك في الغرب تعرف تماما حسان هذا يشجع الهلال أو المريخ ولينا تشجع المورد أو التحليل أنا بقول معه فلذلك من هذا المنطلق دعني أكون غربيا في هذا الإطار وأقول لك أنا أشجع الهلال وخاصة اليوم لأن اليوم الهلال في معركة فاصلة مع الأهل المصري على الرغم من أن كثير من الهلاليين وليس الهلالات طبعا كثير من الهلاليين يشجعون الأهل فاليوم بات من المؤكد أن نشجع أهل البيت لأنه الزيت الذي لا يقول الهلالات لا يقول الهلالات وأيضا نتمنى من الإخوة والأخوات الذين يشجعون المريخ أو المريخيين أن يشجع الهلال باعتبار أن هذه المناسبة وطنية لأن الهلال يلعب باسم السودان وليس باسم تيم معين أو فريق معين كم تتوقع النتيجة خلال متابعة بالعاطفة أقول التعادل لكن بمعقولية وعقلانية التتبع لمثل هذه الأمور أحسب أن الأهل سيهزمنا لكن أتمنى أن لا يكون شرع زيما شرع كبير أستاذ زيما